اشتركوا في القناة كانت معظم الاسئلة ضع دائرة لكن الان التوجه ان اسئلة القطع رح تكون عبارة عن اسئلة كتابية يعني رح تضطر انت فيها تكتب فالان الوزارة في السنوات السابقة كانت معظم اسئلتها 2019 فما قبل كان كل الاسئلة اسئلة كتابية فاليوم رح نحكي عن اسلوب الاسئلة الكتابية اللي اجا في الوزارة وشو ترجمة كل سؤال بحيث لما انت تقرأ السؤال تكون فاهم عن ايش بتكلم هذا السؤال او ايش المطلوب مني في كل سؤال فيهم هم المكونين طبعا من سبع لثمن اسئلة اللي بيجوا في الوزارة اول شي خلينا نحكي كيف بدي اتعامل مع القطعة اول شي عادة احنا بنحكي للطلة الطالب اقرأ القطعة افهمها اقرأها بشكل عام اول شي سجل ملاحظات وطبعا في عندي انا قناة على اليوتيوب اسمها قناة استاذ محمد شاور في شرح لبعض حصص زوم مع طلاب بمكانك تفوت عليها وتشوف شرح لا القطع فاول شي انا بقرأ القطعة بطلع الكلمات الصعبات اللي علي بعد ما اقرأها هذول الكلمات الصعبات طبعا بحفظهم بحيث لما اجي اقرأ القطعة الاقي انه انا هاي القطعة بالنسبة لي زي اكنها بالعربي باقرأها هاي شغلة كمان في عندك الطلاب كثير بيحكوا ليست احنا درسنا القطعة بس مش عارفين نجاوب الاسئلة ما انت كمان زي ما درست القطعة بدك تدرس الاسئلة اللي موجودين عليها واحنا طبعا بالدوسيات كثير حط لك أنا عليهم اسئلة بحيث انه تحصل على اكبر كمية من الكلمات فزي ما ترجمت القطعة وفهمت الكلام تباحها برضو بدك تترجم الاسئلة شو في كلمات صعبة عندك في الاسئلة هذول بدك تطلع هاي الكلمات وموجودات طبعا عندي في الدوسية كل هاي الكلمات اللي بتتكرر في الاسئلة كثير اللي هي زي مفاتيح للحل زي كلمة مثلا أهداف لانه مرة بقول لك اعطيني اهداف فانا اذا مش حافظ شو معنى كلمة اهداف كيف بدي اتعامل معاها اذا مش عارف شو معنى كلمة مثلا اذكر بحكي شو بده هذ فهمت علي خصائص qualities causes اسباب reasons اسباب فهذول الكلمات موجودات عندك في الدوسية بمكانك ترجع للدوسية وتحفظ هذول الكلمات وموجودات عندي في مكثف المعاني بمكانك ترجع لصفحة طلاب استاذ محمد شاور برضو على الفيسبوك موجود عندك الكلمات اللي بتكرروا في الاسئلة وتحفظ هذول الكلمات اذا من خلال دراسة القطعة لازم اكون انا دارس القطعة بقرأها بحفظ الكلمات الصعبة اللي موجودة علي في داخل القطعة هاي مشان اكون فاهم انا في الامتحان شو بقرأ الخطوة اللي بعديها بروح على الاسئلة شو في كلمات صعبة علي في الاسئلة بحفظهم هذول الكلمات وزي ما حكيت لك اذا رجعت على اليوتيوب او انك ماشي على البطاقة شفت انا بترجم لك اياهم كلمة كلمة فهيك بصير في عندك كمية معاني بشكل كبير اذا هيك صفت زيها وفاهم الاسئلة وعارف معانيهم اذا انتهت النقطة هاي الان الخطوة الاخيرة اللي هي عملية اجابة الاسئلة اكون فاهم كل سؤال فانا في كل قطعة كنت اتكلم عنها كنت اخليكو تعملوها عبارة عن سؤال وجواب يعني صفت الفقرة عندك كاملة عبارة عن سؤال وجواب فانت هيك لما تصف الفقرة اسئلة واجابات برضو صار في عندي فكرة ايش هم الاشياء اللي رح يسألوني عنها هذا بشكل عام كيف اتعامل مع القطعة قراءة بشكل عام استخراج الكلمات الصعبة علي واضن بدوسية عندك كلهم مطلعلك اياهم فبتحفظهم كمان الاسئلة الصعبة علي والكلمات الجديدة علي هذول كمان احفظهم هيك بتصفي اسلوب التعامل مع القطع كثير سهل علي كل ما صادفني سؤال جديد معناته ممكن يكون في كلمة جديدة هاي الكلمة الجديدة بدي اطلحها واحفظها حتى اعرف اتعامل مع هذا السؤال في داخل الامتحان خلينا الآن نشوف شو الاسئلة اللي بيجبولي إياها على القطعة حكينا في عدة اسئلة في اسئلة شبه ثابتة معروف انه هذا السؤال رح يجي عليك كذا وكذا خلينا نشوف هون عندك طبعا بالنسبة لهاي ورقة العمل رح تكون موجودة عندك في بطاقة المكثف لانه بطاقة المكثف تحتوي على كل القواعد كل المعاني اللي موجودات عندك في الكتاب وكل الامثلة عليهم وطرق الاسئلة عليهم بكافة اشكالها اللي تكررت في الوزارة على الشكل الجديد وعلى الشكل القديم كمان وكمان رح يكون في عندك البطاقة اسئلة على كل القطع كل وحدة بوحدتها يعني الوحدة الاولى مكونة من يونيت ون فيها ثلث قطع رح يكون في عندك اسئلة على الثلث قطع والإجابة وهكذا فاللي بيكون متابع معاي بإذن الله يعني انه بتكون اموره مية بالمية بالإضافة لن تنساش كمان الانشاء موجود عندك ورقة عمل عليه خلينا نيجي الى هذول الاسئلة وزي ما حكينا موجودة عندك في ورقة في المكثف وموجودة عندك على مجموعة طلاب استاذ محمد شاور وكمان على منصة بناء التعليمية تنساش منصة بناء التعليمية موجود عندك الاسئلة هاي بتكون نازلة عن المنصة بس ما عليك اكتب منصة بناء التعليمية بيطلع عندك الصفحة تبعتهم بيكون نازل الاسئلة وفي فيديوهات كثير كمان بإمكانك تستفيد منها اذا ما كان عندك فكرة عنها اسلوب اسئلة القطع وطريقة التعامل معاه تأتي الاسئلة على القطع عادة بالاسلوب التالي اول سؤال what does طبعا انا كاتب لك السؤال والترجم تبعته فضروري تحفظ ترجم تبعته what does the underlined pronoun refer to what does the underlined pronoun what does the underlined pronoun refer to على ماذا يعود الضمير الذي تحته خط الضمير اللي تحتيه خط على ايش بعود على ماذا يعود الضمير الذي تحته خط أول شيء في عندكم مجموعة الضمائر اللي بتتكرر في الوزارة أكثر شيء he, him, his عادة تعود على مفرد أو تعود على مفرد مذكر يعني بيكون فيه في الجملة علي أحمد يعني بحكي مثلا أحمد plays tennis أحمد يلعب تنس he هو عمين بدها تعود؟ بتعود على أحمد فيش غيره أصلا في الجملة فhe, him, his وين ممره معاك بعوده على مفرد مذكر في عندك كمان he و she she وهير تعود على مؤنث مفرد she وهير تعود على مؤنث مفرد في عندك they, them, their هذولا دائما على جمع عاقل أو غير عاقل يعني في الوحدة الأولى في عندك them مثلا بتعود على كمبيوترز بتقول لك students use computers الطلاب يستخدموا الحواسيب if they have them إذا كانوا يملكوها يملكوا مين؟ الكمبيوترز إذن them هون بتعود على مين؟ على كمبيوترز فانتبه مش دائما يعني على عاقل عاقل أو غير عاقل طبعا دائما بيكون في معظم الحالات بيكون قبلها الاسم في نفس الجملة اللي قبلها فthey و them تعود على عاقل جمع أو على غير عاقل جمع فانتبه للشغلة هاي في طلاب تلاقيه حاطة they بتعود على student طب student مفرد يعني لحالك يعرف انه خطأ أنا مدام عارف انه they و them بتعود على إشي جمع على الأقل إذا بده اختار بختار إشي جمع ما بختار إشي مفرد مزوط ولا لا شوف عندك it و its its و its بتعود على مفرد غير عاقل يعني زي ما نحكي table chair computer مفرد غير عاقل who which where that تعود على ما قبلها who which where that تعود دائما على ما قبلها طبعا رح تلاقيه هذا الحكي ينطبق في 90 أو خلينا نحكي 99% من الحالات انه who which where that على الكلمة اللي قبلها إلا في حالات قليلة إذا بتراجع القطع بتكتشفهم هذول الحالات بتجوز مرة مرتين ثلاث انطيرت لكن في معظم الحالات اللي موجودة عندك في الكتاب who which where that تعود على الكلمة اللي قبلها يعني بحكي مثلا the person who the person who إذن هو عمين بتعود على كلمة the person the car which which على الكلمة اللي قبلها وهكذا إلا في حالات قليلة هذا أول سؤال وعادة بيجي عليه خمس علامات عادة كان يجي عليه أنا الآن دعطيك نسب العلامات على الأسئلة بناء على السنوات 2019 فما قبل لأنه تنسوش في ضع دائرة كان كل يجي عليه أربع علامات كل الأسئلة لكن هسا ممكن القطع يجي عليها بحدود الستين علامة لأنه 2019 فما قبل أو 2018 كانت تيجي على القطعة ستين علامة السؤال الثاني معنى كلمة find a word جد كلمة in the text في النص which means التي تعني وبعطيك شرح الكلمة وطبعا عادة عليه خمس لست علامات طبعا المرات العلامات تختلف مرات بيجيبه ستة سبعة حسب تقسيمتها حسب اللي حط الأسئلة لكن إجمالا هذا السؤال بيقول لك find a word جد كلمة in the text في القطعة which means التي تعني وبعطيك شرح الكلمة يعني نادرا جدا ما يجبل لك الكلمة ويقول لك شو معناها لا بعطيك المعنى وبقول لك طلع لي هذا المعنى من النص وصلت كيف إذن سؤال find a word in the text جد كلمة في النص which means التي تعني بعطيك شرح الكلمة يعني أنا عشان هيك بحكي للطلاب افهموا المعاني فيهم لا تحفظ لأنه أصلا رح يعطيك الشرح مش رح يقول لك أنت اكتب فعادة بيقول لك بعطيك شرح الكلمة وانت بدك تجيب الكلمة هاي من النص هل ممكن أني جبلنا الكلمة وإحنا نكتب معناها في احتمالية لكن احتمالية قليلة أنا قاعد بحكي هاي الاحتمالات بعداء على دورات سنوات سابقة يعني ما بحكي من بالي اتفرج على السنوات السابقة رح تلاقي في معظمها معطيك هو الكلمة حتى في ضع دائرة لما جابوا ضع دائرة رح تلاقي معظمهم معطيك هو المعنى وبعضين بعطيك خيارات أنه أني الكلمة الصحيحة هذا السؤال الثاني السؤال الثالث واتوقع كلكم لما وصل لمرحلة أنه حصص المكثف والكذا سمع في هذا السؤال كثير اقتبس الجملة شو بيقول لك السؤال اقتبس اقتبس الجملة مرات بكتبلك اذا اقتبس الجملة وبعطيك هذا فكرة من النص يعني مثلا أول كمبيوتر تم اختراعه عام 1940 خلينا نحكي طبعا بيكون مكتوب في النص هو شو بيجيب لك اقتبس الجملة هاي هالفكرة هاسة من النص اعطيني جملة بتدل على تاريخ أول كمبيوتر طبعا تاريخ أول كمبيوتر 1940 انت هيك قرأت في النص بس وعد جاوبوا بس التاريخ لانه بده الجملة اللي فيها التاريخ فتنساش code the sentence او مرات كانوا يجبوها في دورات سابقة write down the sentence اذا اذا اجاك code the sentence او write down the sentence اتذكر بده الجملة كاملة من البداية للنهاية فبتقوله the first computer was produced in 1940 طيب اذا بتعطيه الجملة كاملة لا تعطيه جزء من الجملة او تعطيه التاريخ فتنساش بتكتب عند سؤال code the sentence الجواب full sentence جملة كاملة بده يكون تنسوش الجواب بده يكون جملة كاملة لا تنسى هذا الشيء طبعا عادة من 6 ل 8 علامات ممكن يجي على هذا السؤال اذا السؤال الاول على ماذا يعود الضمير what does the underlined بدي احفظ نص السؤال what does the underlined pronoun مرات بجيب لك what does the underlined word الكلمة اللي تحتيها خط السؤال الثاني find a word in the text جد كلمة في النص التي تعني بعطيك شرح الكلمة وانت بدك تجيب شهي الكلمة السؤال الثالث code the sentence او write down the sentence which means التي تعني وبعطيك فكرة من النص انت بدك تأخذ هاي الجملة اللي بتعطي هاي الفكرة طبعا لا تنسوا رح نوخذ مثال رح نحل اسئلة وزارة رح نحللنا قطعة على اسئلة الوزارة كيف اجت وشو الاسئلة اللي اجت وكيف نتعامل معاها يعني اول اشي بدنا نحكي عن الاسلوب الاسئلة بعد هيك رح نوخذ مثال على هذا الكلام طيب نشوف السؤال البعدي السؤال البعدي من الاسئلة المهمة جدا والاصل كل طالب يعرف يجاوبه نحط عنده مهم جدا لانه هذا من النص السؤال code the sentence من النص what does the underlined word من النص يعني معظم اسئلتك من داخل النص عرفته ليش قلتلك اللي بيفهم النص ومعانيه وكلماته بعرف يتعامل مع الامتحان بكل بساطة كل شي قدامك بس انت دك تكون فاهم اللي بتجنب بصراحة حفظ كلمات المعاني تبعات القطع ولكذا بصف بدي يشنس تشنيس وهذا الحكي مش دايما بزبط معاك طيب نشوف هذا السؤال طبعا هذا السؤال فيه زيه ثلاث أسئلة يعني الرقم أربعة مرات بيجيبوا ثلاث أسئلة نفس الصيغة بس اختلاف بسيط إذن سؤال رقم أربعة مش سؤال واحد هو فعليا ثلاث أسئلة بس الثلاث نفس الأسلوب نفس الفكرة شو بيقول لك السؤال according to the text بالرجوع إلى النص according to the text اكتب ترجمته طبعا عشان تحفظه according to the text مرات ما بكتب كلمة according بيقول لك the text مباشرة النص يقول أنه فهمت علي أو الكاتب مرات بيحكيه لك كلمة كاتب معناها writer writer لهو الكاتب إذن according to the text بالرجوع إلى النص there are several هناك العديد وشو بعدين بعطيني تعداد من النص عشان هيك أنا بحكي للطالب لما تدرس أي قطعة انتبع الأفكار اللي فيها تعداد يعني مثلا نفترض أنه التابلت في الوحدة الأولى في عندك بتتكلم عن التابلت أساليب استخدام التكنولوجيا في التعليم Using Technology in Classroom أوكي فبعطيك فكرة أو بعطي أحد الفقرات بتتكلم عن التابلت فرح يقول لك أنه التابلت منستخدمها ل educational programs مثلا منستخدمها للميوزيك منستخدمها للكذا يعني شرحي لي أنه التابلت فيه tasks باي ذا تابلت فيه بعض المهام بإمكاننا نسويها باستخدام التابلت فزي هيك بيجبل لك النص بيكون بيحكي عن مهام التابلت بيسألك شو مهام التابلت يعني سؤال مباشر شو أنواع الحواسيب إيش الاختراعات عام 1940 إيش الاختراعات عام 1980 إيش الاختراعات في كذا فهمت عليه تعداد وموجود قدامك فمثلا بيقول لك according to the text there are several tasks tasks اللي هي مهام ورح تمر معك في القطعة buy the tablets فيه مهام بنقوم فيها باستخدام التابلت write down two of them write down يعني أكتب أو مرات بيجيب لك إيش كمان mention mention two of them three or four طبعا لحد أربعة أكثر شيء أجا في أسئلة الوزارة إنك تذكر نقاط أربع نقاط وعادة لما كان يجوبه أذكر أربع نقاط ما يكونوا الأربع نقاط أطوال كانوا يعني عبارة عن كلمات يعني ما يتعدنني السطر بمعنى آخر يعني ما بطلب منك مثلا عدد يطلع الجواب فثاربع سطور لا بالعادة كان الجواب يعني بالكثير سطر سطر ونص وهكذا ما يكون الكلام كثير يعني مش الفكرة الكتابة إذن هذا السؤال تنسوش تعداد من النص بيكون فيه في النص أشياء تعداد زي ما قلنا ممكن يكون فيه اختراعات أساليب تعلم اللغة فوائد اللغة فبقول لك there are two benefits there are three benefits of learning a language فيه فوائد لتعلم اللغة mention two of them اذكر لي ثمتين write down two of them وهكذا إذن حسب النص فعشان هيك لما تدرس أي نص انتبع على الأفكار اللي جاي عليها على الأشياء اللي فيها تعداد وهذا زي ما حكيت في شرح القطع أنا حاكي عنه كامل طبعا حكينا فيه تقريبا ثلاث أسئلة مرات بيكون زي هيك أو سؤالين على الأقل فيه دورات رح تلاقوا فيه سؤالين فيه دورات رح تلاقي ثلاث أسئلة وكانت عادة الثلاث أسئلة توصل أحيانا 28 علامة 28 علامة يعني فيه سؤال يطلع عليه 12 علامة سؤال عليه ثمانية سؤال بثمانية هذا في دورة 2019 فيه فرعة جعله 12 علامة أذكر شغلتين 12 علامة أذكر ثلاث أشياء مثلا ثمان علامات وهكذا فثمانية وعشرين علامة تعداد ومن قدامك ومن داخل النص هذا إشي كثير كويس فعشان هيك دائما أسئلة التعداد منحكي للطلاب انتبهوا عليهم عشان كمان هيك حكينا لازم حفظ الأسئلة أو كلمات الأسئلة اللي هي زي بينيفيتس فوائد بيربوسيز أهداف وهكذا وهذون رح تلاقوهم في ورقة المكثف تبع الحفظ للمعاني طيب نشوف السؤال اللي بعدي نشوف السؤال اللي بعدي فكرة من خارج النص سؤال رقم 5 و 6 2 أسئلة خارجية critical thinking إن شاء الله إنهم ما يجبوا لك إياهم لكن أنا بحكي في كل أسئلة الدورات 2019 لما جابوا قطع كتابة كلهم كان يجي فيهم سؤالين critical thinking سؤالين تفكير ناقد السؤالين طبعا بـ 12 علامة كل سؤال بـ 6 علامات لكن إجابته مش بداخل النص طب الساذ أنا بديش أجاوبه طب على الأقل يعرف النص تبعه عشان تعرف إنه هذا على الأقل من بره بس دائما إحنا بنحكي للطالب حاول حاول إنك تحل أكتب إيش مكان لو شايفها أنت فكرة بسيطة كذا ممكن هاي الفكرة تكون صحيحة فأكتبها شو مكانت لا تترك إشي فاضي لا تقول خلص لا بلاش يفكرون أني ما لا يا حبيبي لا تتهاون في أي شي إذن السؤال الخامس فكرة من خارج النص طبعا هذول بتلاقوه عادة آخر سؤالين يعني في معظم دورات الوزارة ترتيبهم كان يكونوا آخر سؤالين من أسئلة القطعة كيف بدي أميزهم أو ليش الفكرة من خارج النص وشو بكون كاتب لك think لما تشوف هيك جملة نقطة وبعدين تلاقي كلمة think اعرف إنه هذا فكر فكر معناته من عندك think of this statement فكر في هذه العبارة and in two sentences بجملتين إذن فكر بهذه العبارة وبجملتين explain وضح your point of view point of view وجهة نظرك وجهة نظرك طبعا إحنا شو منحكي للطالب هاي النص الجواب تبعك بتكتب له I think this statement أنا أعتقد أن هذه العبارة صحيحة because بسبب تكتب له شرح ليش أنت شايف هاي العبارة صحيحة هو قاعد بقول لك أنه الآلات رح تتحكم في العالم نفترض الآلات رح تتحكم في العالم فكر في هذه العبارة ونقش لي بقول له I think this statement is true because أعتقد أن هذه الجملة صحيحة لأنه وبكتب أنا شرح من عندي شرح ليش الآلات لأنه قاعد بتنتشر بتتطور وهكذا وطبعا أخر شوي زي ما حكيت رح نيجي لحل مثال بس أنا على السريع عشان تصفي عندك في فكرة كيف بدي أتعامل معهم كمان ما هو طالب مني two sentences بقول له I also think أنا أيضا أعتقد it is true أنها صحيحة because برضو بكتب له سبب ثاني إذن أول سؤال بالcritical thinking بميزه من كلمة إيش من كلمة think وصلت فكر في هذه العبارة وإن two sentences هيك دايما نصه وضروري تحلو دورات 2019 وخصوصا القطع 2019 و2018 مشان تشوف أسئلة القطع عشان ما تتفاجأ في امتحانات الوزارة لما حل 2019 2018 خلص أموري هيك مية بالمية وإذا ما في عندك زي ما حكيت أسئلة ادخل على صفحتي رح تلاقي دورات 2019 2018 مع الإجابة النموذجية تبعتهم طيب عشان تشوف نص الأسئلة هاي نشوف آخر سؤال برضو نفس العملية فكرة من خارج النص ومن إيش بميزه من كلمة suggest 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 معناها اقترح عادة بطلب منك ثلاث free ثلاث إيش benefits فوائد ways طرق advantages إيجابيات وهكذا يعني أي إشي رح يطلب منك ثلاث أسباب ثلاث أنواع ثلاث أشكال ثلاث أمثلة فهمت علي كيف فبعطيك فكرة من خارج النص إنه مثلا التعليم في الأردن يتطور أعطيني ثلاث أسباب وصلت كيف فبدك تقعد تحكيله في هذول الثلاث أسباب والثلاث من عندك يعني لا تدور في النص ممكن النص يفيدك في كلمة كلمتين يفيدوك في الجملة فهمت علي لكن إجمالاً كجواب ما بيكون موجود في النص إذاً بتنسوش في عنا حكينا سبع لثمين أسئلة بتيجي في الوزارة السؤال الأول على ماذا يعود الضمير سؤال الثاني معنى كلمة find a word in the text which means جد كلمة في النص التي تعني وبعطيك إياه الشرح تبع هاي الكلمة وإنت دك تجيب الكلمة من النص السؤال الثالث code the sentence وقلنا write down the sentence أجاك code the sentence وwrite down the sentence نفس العملية which shows which indicates التي تدل على فكرة من داخل النص بدو هاي الفكرة تعطيني الجملة اللي فيها هاي الفكرة فبتعطي الجملة كاملة رقم أربعة وحكينا رقم أربعة هذا بيجي ثلاث أسئلة زيه من السؤال واحد ثلاث أسئلة اللي هي تعداد ممكن يقول لك مباشرة there are two benefits هناك فوائد اثنين اذكرهم فوائد لكذا طبعا هناك أسباب the writer says الكاتب يقول النص يقول فهمت عليه the text states النص ينص على أن فيه فكرتين للكذا فيه اختراعين في الأربعينات فيه اختراعين في السبعينات وهكذا أو أنه بقول لك بالرجوع إلى النص هناك بعض الأفكار كذا جميع الجهات كلهم تعداد الثلاث أسئلة تعداد فيه سؤالين خارجيات بميزهم من كلمة think فكر of this statement and in two sentences فكر في هذه العبارة وفي جملتين ولو طريقة للإجابة اللي هي I think this statement is true أو not true انت حر واحد يكتب لي not true ليست صحيحة بس دك تشرح لي ليش واللي قال I also think it is true أو not true على الجهتين بدك تحكي لي شو السبب أهم شيء إنك بدك تكتب جملتين لأنه هو واضح بقول لك write two sentences لا تكتب له فقرات وكذا جملتين آخر واحد اللي هي فكرة من خارج النص وبنميزه من كلمة suggest في دورة واحدة جابوا لهم مرة إياها منشن بس معظم الدورات رح تلاقي كلمة suggest suggest three benefits ways advantages وهكذا وبرضو هذا الجواب عندك من خارج النص طبعا لهون بتدرس الجزء الأول أول شيء بحفظ المعلومات اللي حكا لي ياها الاستاذ بعد هيك بتكمل الفيديو اللي هو حل امتحان حل أحد أسئلة الوزارة اللي أجت رح نوخذ رح نوخذ رح نوخذ الان الجزء الثاني اللي هي هاي النقطة السؤال اللي أجل في الوزارة والإجابة عليه اللي أجل في الوزارة